من الساعة السادسة مساء وإلى السادسة صباحا بات بإمكان المسافر وذويه الدخول إلى صالة مطار بغداد الدولية إجراء يأتي ضمن سلسلة الإجراءات الحكومية الرامية لتسهيل حركة المسافرين تم مصدر توجيه ثاني من سيد القادة العام القوات المسلحة وبتشاور رجلة الأمر الدواني 247 بأن يفتح شارع المطار من الساعة السادسة عصرا ولغاية السادسة صباحا المسافر يأتي بتذكرة السفر وله حق من يأتي به لتوديعه في صالة المطار يعني لا حدود هناك إجراءات سهلت عملية التعقيد اللي كان موجود في منطقة جير فور اس اليوم الإجراءات أقل صعوبة منطقة عباس بن فرناس سترفع منها الزيادات إلى مكان آخر والمنطقة مهيئة للكشف الفني طبعا هناك ساحات كثيرة يسار منطقة جير فور اس سيتواجد الجهد الفن الاختصاصي ويجري عمليات كشف وردم تم إعداد خطة بجدول زمني نحن اليوم نعلن عن المرحلة الثانية من فتح المطار التي هي من السادسة مساء لغاية السادسة صباحا أنا أعلم أنه هذا بالتأكيد المواطنين والمسافرين يطمحون إلى أنه يكون الفتح كامل نحن ماضون بهذا هدف الخطة هو هذا الجهات الأمنية المشرفة على فتح طريق المطار أشارت إلى أنه بعد إتمام الإجراءات الخاصة برفع الكتل الكونكريتية عن مدخل المطار وإيجاد طرق بديلة للأرتال العسكرية وزيادة عدد منافذ الدخول سيمهد ذلك إلى فتح الطريق على مدى 24 ساعة أرشد الحاكم الرشيد الفضائي